اعلن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل البرتغالي ريكاردو سوريش عن قيادة الفريق الاحمر عقب توليه المسئولية في منتصف الموسم الحالي في البداية بنستسمح حضرتك بلايك واشترك ويلا بينا مع التفاصيل وكان سوريش تولى قيادة الاهلي نهاية يونيو الماضي عقب رحيل الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني والذي فسخ تعاقده بالاتفاق مع الادارة وجاء عبر الموقع الرسمي للأهلي ان مجلس ادارة النادي يقدر الجهد الكبير الذي بذله سوريش ومساعده في اطار محاولاتهم التي لم تتوقف سواء في التدريبات او المباريات ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم انهاء التعاقد مع سوريش ومعاونه بالتراضي بحسب الموقع الرسمي للنادي الاهلي سوريش مع النادي الاهلي لم يحقق اي بطولة حيث خسر لقب نهائي كأس مصر النسخة الماضية على يد الغريم الزمالك بهدف مقابل هدفين وفي بطولة الدوري انهى الاهلي موسمه في المركز الثالث خلف الزمالك والذي احتفظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي ثم جاء براميدز في الوصفة وخاد سوريش مباراته الاخيرة مع الاهلي امس السلساء ضد سراميكا كيلو باترا وانتهت لاصالح الفريق الاحمر بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الختمية من مسابقة الدوري المصري وقاد صاحب السبع واربعين عاما فريق الاهلي في 17 مناسبة حقق من خلالها الفوز في 9 مناسبات مقابل خمسة عادلات وثلاث هزائم كان امام براميدز والزمالك وطلاء الجيش